شهدت الجامعات الأمريكية تظاهرات عدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة هذا وطالب المتظاهرون بإيقاف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل تطورات متصاعدة وأوضاع مشتعلة تشهدها الجامعات الأمريكية بسبب تظاهرات المتزايدة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أوقف مئات الأشخاص وتتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستين وبوستون وشيكاغو وأتلانتا حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا كجامعة هارفارد وييل وكولومبيا وبرينستون ويتكرر المشهد منذ أيام في أنحاء مختلفة من البلاد حيث ينصب الطلاب خياما في جامعاتهم تنديدا بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزة هما تعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بناء على طلب إدارة الجامعة وشهدت جامعة إيميرسون كوليدج في بوستون توقيف أكثر من مئة متظاهر وعلى بعد آلاف الأميال أوقف عناصر أمن يمتطون أحصنة طلابا في جامعة تيكساس في مدينة أوستين هذا وطردت الشرطة طلابا من جامعة إيموري في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة وأقرت الشرطة في بيان بأنها استخدمت مواد كيموية مزعجة على المتظاهرين في مواجهة عنف البعض ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد بل شهد الحراك الجامعي توسعا فقد أنشئ مخيم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة حيث من المقرر تنظيم تظاهرة جديدة هي إذن تحركات كبيرة تنذر بمزيد من التصعيد تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم وارتكابه لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين